ادرج الفريق الوطني والطبي للتصدي لفيروس كورونا ادرج دواء باكسلوفيد المصنع من قبل شركة فيزر الامريكية ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد 19 في البحرين ويعد علاج باكسلوفيد اولواء احدث دواء يأخذ عن طريق الفم لمدة خمسة ايام لعلاج الحالات القائمة للفيروس وهو مصنوع من مزيج من نوعين من الادوية المضادة للفيروسات ويصرف على شكل اقراص وقال استشاري الامراض المعدية في المستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي المقدم طبيب منافل قحطاني ان دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة علمية رائدة اثبتت فعالية هذا الدواء بنسبة 89% مقابل الحاجة للعناية الطبية والوفيات اذ يعمل على الحد من تكاثر الفيروس في جسم المصاب مقارنة بالمصابين الذين اخذوا دواء وهميا مشيرا الى ان الاهم من ذلك ما اظهرته نتائج الدراسة من حيث العراض الجانبية للدواء التي كانت اقل من الدواء الوهمية طبعا هاي الدواء مصرح من ادارة الغذاء والدواء الامريكية الاف دي اي ومن هيئة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن نهرة اللي هي في البحرين هاي الدواء يعطى للمرضى المصابين بكوفيد نايتين اللي تكون عندهم اعراض خفيفة او متوسطة من عمر خمسين سنة وفوق بلس ان المرضى اللي من عمر تسعة واربعين سنة واقل مع وجود عامل من عوامل خطورة اللي هي تتمثل في السمنة السكري الضغط السكلار امراض الرئة مثل الربو راح اتكلم عن دواء البكسلوفيد هو عبارة عن مضاد فيروسي تركيبته من مضاد الفيروس في دواء واحد الغرض من اعطاه هذا الدواء لتخفيف الاعراض الحالية للمريض منع مضاعفات للفيروس في المستقبل طريقة اخذ العلاج جدا بسيطة هي عبارة عن ثلاث حبات صباحا وثلاث حبات مساء في حال اخذ العلاج يجب الاستمرار في اخذ العلاج لمدة خمسة ايام حتى في حال الشعور بالتحسن في حال ظهر بعض الاثار الجانبية في خلال اخذ العلاج مثل مرارة في اللسان او اثهال خفيفة هي اعراض مؤقتة قسم الكول سنتر اتي لنا لسته باسامي والارقام المصابين بمرضى الكورونا نحن على ضوءها نتصل حقهم ونشوف شنو عندهم من امراض شنو عندهم من اعراض نزينو على ضوءها احنا اللي عندهم امراض مزمنة واللي عندهم اعراض انطرشهم للديكاترا المختصين في مابلة رقم سابعة هنا الديكاترا يسألونهم مسئلة يسألونهم فحوصات فالنوس اللي تحتاج يعطونهم اللهوة الدواء فيكسلوفيد والجرعات يحددها الدكتور حق المريض